اهلا بحضراتكم من جديد والأهل ينتخب ضفنا النهاردة المهندس محمد سراج الدين أحد المرشحين على مقاعد وضوية مجلس الإدارة فوق السن بعد ما عرض المهندس محمد السيرة الذاتية والتأهيل العلم الكبير له كواحد من شباب النادي فعلا اللي كان جدير بسقة الجمعية الاممية كعضو مجلس إدارة تحت السن في الدورة التي تنقضي خلال أيام ويقدم أوراق ترشيحه للجمعية لأحد مقاعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن بعد هذا السرد لمسيرة تستحق عليه كل التحية والتأدير لحياك كواحد من شباب النادي النابغ فعلا لكن وجودك داخل مجلس الإدارة ثم إعادة طرح ترشيحك للدورة الثانية على التوالي مع الكابتن محمود الخطيب انت شايف ده ازاي لا والله إذا بقيت حرك يعني أنت دائما بيباليك هدف وبتحط أهدافك وتسعى وبتكتهد وتسيب الباقي يعني على ربنا من البداية خلص أنا كان ليا هدفي أن أنا أكون موجود وأقدر أخدم النادي الأهلي بالشكل اللي أنا أقدر أقدمه أو أعمله وحاولت يعني على قدر المستطاع في خلال الأربع سنين اللي فاته مع المجموعة أن إحنا نخدم النادي الأهلي بكل يعني محدش يعني أبدا من كل المجلس الإدارة أثر بأي يعني جهد في سبيل النادي الأهلي وخلص وعملنا وواجبنا في الأربع سنين والأمور أنا دائما بتركها يعني زي ما كنا منتكلم كده منهج النادي الأهلي التعليمي وقصص النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي وسر نجاحه أنه دائما إحنا الأمور دي بيقاليها يعني عرف وليها تقاليد معينة وليها خط سير معين وده سر نجاح النادي مش معنى كده أن أنا بقول أنه أنه محد ينزل أو حد ما ينزلش لا كل طبعا ده بيبقى حق مكتسب للجميع وحق مشروع لسوريا يعني حق مشروع للجميع لكن أنا بالنسبة لي أنا بتكلم كمحمد سراج الدين قديت الحمد لله المهمة في الأربع سنين وخلص يعني في الأربع سنين الجايين بشوف رؤية رئيس نادي يعني رؤية كابت المحمود الخطيب كرئيس النادي أهلي لأنه في النهاية أنت لما بتخلص عندك الثقة في الشخص كابت المحمود الخطيب قيمته بالتاريخه الكبير وبالنجاحه اللي حققه في الأربع سنين اللي فاته فلما يبقى عندك الثقة دي أنت في النهاية لازم تسيب له المجال أنه هو يختار العناصر اللي هو يقدر يشتغل معها في الأربع سنين القادمة فطبعا ده الحمد لله جيه برضو وده برضو زي ما بنقول يعني كتقاليده أو عرفه في النادي أنه بيبقى فيه رموز ولجنة حكماء بتجتمع ده العرف اللي موجود من كان من أيام فري مرتاجي ورحمة الله عليه وكابتن صالح سليم رحمة الله عليه دايما وبيبقى فيه السيستم ده ماشي أنه بيشوفوا من العناصر اللي هي تقدر تخدي من النادي أهلي في الفترة دي مش معنى كده أن العناصر دي أفضل من عناصر تانية أو أفضل من عناصر مش موجودة لا هم بيشوفوا العناصر اللي هي ممكن لأن كل مرحلة وده أنا قتحرك في الأول لما عدت مع الكابتن من 2017 لقيت يعني فيه تنظيم وفيه أهداف واضحة وفيه شكل منظم جدا لإدارة النادي في الأربع سنين اللي جاية عن الكابتن الخطيب طبعا شكل يعني قل لي شكل العلاقة بينكم وبين الكابتن الخطيب ايه الأمور بتمشي ازاي لا الكابتن طبعا يعني زي ما قلت الحراك هو من الناس عن مستقل أخلاقي يعني ما شاء الله يعني لا دي حقيقة يعني يعني حتى مش بس الحمد لله ده طبعا طبعا بكل المحبين وكل الجمهي لكن أقول حك حتى بأمانة لما بيجي نقعد في غرف مغلقة في العلاقة الشخصية اه أو في علاقة شخصية أو عمره ما غلط في حد ده بجد يعني يعني إحنا كممكن نيجي في أوقات معانة البعادين بنتغدى بنتعشى ببعادين مع بعض في حد معان مدايقنا في حاجات مدايقانة فعادي ممكن إحنا نتكلم براحيتنا شوية وبيننا وبين بعض يعني هيا حلا حلا لا لا